موسيقى موسيقى عشرة مجموعة من المدرأ داخل المعادة الموسيقى بداية من فترة السينات إلى حدود الآن عشان أهم المتغيرات اللي يعرف هذا المعادة نعم أنا عشت فترة الأولى اللي كان المدير فرنسي مسيو ماريطان عشت الفترة الأولى ثم بعده كان مدير طهر عبدو الله يرحمه ثم كان أحمد سليمان شوقي الله يرحمه ثم جسي العلوي الله يرحمه ثم بعد جاء الحاج يونس ثم بعد الحاج يونس كان آآ سي عبد الله ميري ثم الآن سي عبد الطيف بنور وهذه الفترات عشتها يعني بالمزيان ديالهو بالخيب دياله صراع عشتها مزيانه بالخيب ولكن آآ الآن كان هناك تغير حسنا العلموسه والمشيدي مثلا ندرج على الجودة في الأداء تعال المعد ولكن أهم الأحداث اللي عرفها المعد خلال الفترة تعال خمسين عام اللي انت كتي فيه مثلا أول حاجة عرفها هو مغربة المعهد الموسيقي أول حاجة عرفها ونحضرت لها بعدما كان المدير الفرنسي وكن كان المعهد كيدير حفلة في أخر السنة حفلة كيكونوا فيها العازفين أساتيدة وطالبة متفوقين وكيتفرقوا فيها الدبلومات أو الجوائز كل واحدة شنو والعامل بعدما رحب كان عامل الدار بيدا عاملة وحدة بعدما رحب الجاميع قال المدير كل عام كان جيه وكان عطيه الدبلومات غير جاك وفرانسوا والعربي وجيه اللي فينا يعني عطينا المغاربة المدير فعلا قال ليه راهم كيني مغاربة ولكن العام الجيج عادوا بوصلوا للدبلومات لأن الديبلوم كيتعطيها مدة خمس سنين عاد كيوصل بالدبلوم الأول هنا بدا المدير كي سعف سعف المغربات المعهد الموسيقي معناه الآلات العربية بحال العود بحال القانون بحال الناي يعني بدا كي يجيب يعني في فترة من الفترات المعهد ما كانش الآلات العربية داخل المعهد الموسيقى لا قبل ما كانش لا قبل ما كانش حيث هالشي احنا اقولك احنا هذا الأستاذ اللي قرراني هنا هو أول أستاذ غدي غدي يبدال الموسيقى يعني بصول فيجوب كاذا كاذا مع أستاذ خر بش يبدال العود كيتقرع حما مليجة طهر عبدو عود زادوا زادوا الاندالوسي وزادوا الملعون انت أستاذ العود داخل المعهد على الموسيقى انا طالي مثلا بغيت ندخل المعهد باش نتعلم العود الفترة الزمنية باش نكون عندي ديبلوم حاصل على يعني تنتخل الآرب على العود الى الى جيتي وقرأتي حتى كان عامة الصورفيج كيقرأوا عامة الموسيقى ومعهد المدير ده باكي يجتهد باش ان الطاليب يقرأ غير تلتشهر باقي غادي في الصورفيج يدوز يستعنس بالآلة اللي بغاك مش مبقاش يقرأ عام فوله هدي ناقشة همان المدير هو اللي اطرحه وقيت ليه أنا مقابل الفكرة الطاليب يدخلي ده بعد دخل ما تسناشت قرأ عامة الصورفيج وتنجح عاد دوز الآلة يعني بالبداية كتدوز تلتشهر تصورفيج وليدي كتفهم الرموز الأولى كتجي لعندي هنا في العود كتبدا تستعنس الى انت مشيتي مزيان في العود هداك العام دوز سنة الأولى ما كان شيء عود العام الاخر عد دوز سنة ولكن راك انت غادي في العود ولكن الى كانت استمراري كان الفارغ ديالك والخدمة ديالك حالك تخدم في العود على بغيتي تقولي تعزف النغمة تعزف النغمة وتعجبك مثلا تير مثلا اغنية مثلا يعني افتراضا شها تقريب المدة المدة هي عام تقريبا عامين عامين تولي تدير اغنية ولكن لو بغيتي ديبلوم خاصك بشي حيث لنا كنا واحد تقنيات في العود خاصك تعرفها حسب الاوضاع والانغام يعني هديك ديبلوم كي تضع لست سنين دعم ديبلوم الأول والثاني على سبعة والثالث على ثمانية وتسعود وعشرة كين بعض الاراء استاذ تقول بان التعليم الموسيقي على مستوى الوطني هو القفل اليتيم في المنظومة التعليم وتقولوا بان التعليم الموسيقي خاصه يكون تهوى داخل في المنظومة التعليمية تاع الوزارة بحل كايها المواد اخرى وشتافكم عاد الرأي او لا انا بالنسبة لي هو خاصه يكون هو خاصه يكون استئناسي قبل جميع المواد يريد كل موسيقى الدار الابتداء من الطفل عنده وربع سنين او خمس سنين انت عارف على انه اول حاجة دي كني اني يوم امولي كيريري وبها الامهات وكيد انتنو هالدراري في النيم تين عسن نوع من الموسيقى اللي تهديئة العصب ديال الدريق او يريد تكون دراري ماشي انت سنة واحد تيدوز الاعداد ده برا عدنا في وزارة التعليم دائرة التعليم الفني في الاعداد انا بغيت يريد يكون الوزارة تديرو ابتداء من من تحضيري داب عندهم موض تحضيري يديرو الموسيقى اللي هي تكون تخلي الدراري ينفاتحوا تعلى قرائتهم وتكون مادة رئيسية ماشي مادة تنوية نارف تريد ازنا فيها كانوا الاباء يقولك ما تقربش الموسيقى لانها غدا كيلي كينسبها باللي هي خيبة طريقها وجاو ما مخدماش لي وكيلي كيقولك غدا تتهيك على قرائتك اني كان وانا عرفها عدد منهم احمد البيضاء هارس لي بوان عود واني عدد وقاليهم هادشي موسيقيين وكأن ممكنش لك اني تتزع الان تخصصها ضرورية ضرورية في حياة الطفل لان الطفل بلا ما تدير لي هاد النوع من الموسيقى حيث هنا جميع البشار فيه في الدندانة داخل الجسم حيث احنا كيف ما كان نوع البشار راح عندو الموسيقى حيث هناك الأوتار مصوبهم لنا الله رابين باش كان هادروا دعبة احنا لا كينا فينا واحد نوع دي الموسيقى ولكن خاصنا ربيوها باش من حيث لنا الطفل لما ربيتش خاصة الموسيقى التربوية حيث لما ربيتوش أنا على موسيقى تربوية يقدمش لي الموسيقى اخرى اه اه اذكرت على الجانب تربوية اشن العكاسات الإيجابية لتعليم الموسيقى على الجانب تربوية بالنسبة للطفل وش تكون عندوش العكاسات مثلا طفل مشاغيب وش يمكن فاش ندخلو دي الموسيقى ترجع يكون مهداب يكون يدبط للنفس دي ها درت فيها تجريب شفت ناس كانوا غادروا في طريق مشيت لي وش ديتوا داروا عندي العود وغيرتو كانوا كان كي يكمل مخضيرات تركهم كيدي كان قبيح مبقاش قبيح كان كيتدارب بزيف ومبقاش كيتدارب يعني كتربيه كان هو كان كي يمشي دري كيقرع عندي كان ملي كيكون غادي في الزنقة لا بديش بدش يخصون ملي غادي هاز العود ولو كيحتارموه كيحتارموه الناس كيحتارموه خاصة الشباب اللي ويقول لك يحس براسوه ماشي إنسان خيب حامل رسالة حامل رسالة يعني ماشي بقصوش يكون خيب واشي تعليم الموسيقى من يسبب الشخص اللي وصل لفترة الشباب واشي قدر يتعلم موسيقى وغير خاص ضروري التعليم يكون من بداية الطفولة هو احنا اخصنا نبدوها لي بحل داخله في التربية على مستوى الشباب مثلا الشباب واشي بقى عنده امكانية التعليم الموسيقى واشي بقى عنده امكانية التعليم الموسيقى ولا صافي سالة اممم افضل ما تصاحب معه اوحده ربما تكون مزيانة ربما تكون خيبة صاحبتها معه االة وقد تدير الكمانجة اوحده كدير البيانو ولا تنضار بغيهية والالة ديالها هذه الفترة وخاصة المراهقة مراهقة صعيبة يدري الى كان كي يخرج ذاك الصداع دياله وذاك الشي اللي عنده في الجسم وكي يخرجه في الالة كي يدير الكمانجة كي ينفس على راسه كيتعالج بيها اصلا كمشية وانتوما كاساسية وانتوما كاساسي دونش انتفاسحوا الاطفال والشاباب اللي كين في المعاطق الموحيطية اللي هما اصلا محتاج الى الموسيقى بكما قلتين بش يحسوا كما تتقول بانه محاملية الرسالة وتساهم في تنشئة دياله هي اللي قلتونا في الاول ولكن غادي نعبنو اليك ان الدار بدا كان واحد العملية دارو هزوينا ديال فتح معاهد في الاحياء بشول كل تقريبا كل العملية خصها معهد واجبوني شي معاهد لانهم خارجين كمعهد اللي يدار مؤخرا ديال سيد معروف الفوق يعني منطقة بعيدة الواحد باش يجي من سيد معروف يجي تل مدينة التحت ولك يبشي علم معهد ديال دارو في حين السبع دارو في سيد اعتمان كذا كذا الحساني انا يريت يكون اكتر صراحة بالنسبة لي انا يريت يكون اكتر علاجة انه ممكن يلقو شي شي موهيبة حيث لانه هي الموسيقى كتكون غي تربية داخل في التربية لنا كاملين وكي نبغو من وسط منك يخرجوا شي وحدي ما رأيك في تلك البرامج على اكتشاف المواهيب بالكترات سواء المستوى الوطني او المستوى العربي هما احنا كمغاربة كان امتازوا بالخالط الدموي الامازيغي العربي كان امتازوا بها لانها اعطاتنا الصوت اه عربي مندمج مع افريقيا واوروبا امم مشي هو الصوت العربي اللي كان في الجزيرة في المشارقة تسمع في الدول العربية خليج خليج كامل عندهم واحد الصوت ديالهم احنا كان امتازوا عليهم هلاش ان العرب اختلطوا بالامازيغ هنا وتكونوا واحد ثم المد ديالنا المغربي لجهة اوروبا وخاصة في الفترة اللي كانوا مرابطين في الاندلوس العرب كانوا وما في الاندلوس وكانوا واحد واحد الانسيهار ما بين الصوت العربي والصوت الاوروبي عشانا كنقولهم دابا الموسيقى الاندلوسية بخصناش اللعبوها بالبيانو بيقولي يا استاذ علاش كنقولي لانا البيانو تابت والموسيقى الاندلوسية رمشي هي اللي دار زرياب اللي كانت دار زرياب في الاندلوس هي ملأ موين بك في الاندلوس راه كنوحل دام عربي مع انفاس لي هي هي غربية معناه ان المي وهدي المي ناقصة واحد شوية والفا زيدة واحد شوية معنا ما تحتش المي بكار فا بكار بحاله كيف ما كيتحط في البيانو كنو ما يمكنش تغير أنا في العود كنديرها كن نرد سبعي شي شوية وكتغطيني النغمة الاندلوسي البيانو كنت انت منوصي باش كن دي معك شي عود باش تنغمنا شوية يا ريت انا كن مقلتياج لي كن مقلتياج لي نجيب مع العود نوانو ما نديرو شي اغنية ونديرو نرتاحه مع انفاس تيفي وشي مرحبا بك أستاذ أستاذ مضاء شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة شكرا المتسبعي قناة الفاس بريس وإلى اللقاء في فرصة قادمة إن شاء الله